حضرتك شايف أن احنا عندنا مستوى من التعليم الاختلاف فيه ارتقاء حصل في التعليم فيه تنوع في التعليم فيه اختلاف لشكل الجماعات لو حركت أقول الأسباب اللي وصلتنا أن احنا دلوقتي قاعدين والولاد ما شاء الله قاعدين عملين يختاروا ما بين جماعات مختلفة سواء جماعات معلوماتية أو جماعات أهلية أو جماعات حكومية وغيرها 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 الحقيقة ما أتفق مع حضرتكم أنه فعلا حصل قفزة هائلة في مجال التعليم العالي في مصر خلال الفترة الماضية على الأقل العشر سنوات أو يمكن على وجه الدقة السبع سنوات اللي فاتوا يعني الحقيقة وده الإجابة المختصرة الحقيقة فيه بقى لما نيجي نحلل الوضع فيه عناصر وبعدين فيه معايير أو كيبي آيز للتقييم يعني العناصر الموجودة عندنا طبعا أولا الطلبة اللي بيجونا من السنوات العامة المستوى بتاع الطلاب اللي بيجي من السنوات العامة هل هم على المستوى اللائق للجمعة أو للأ بعد كده بيجي أعداد جماعات لأنه فيه حسب التقييم العالمي أو يعني الدراسات العالمية أنه لازم يكون فيه جمعة لكل مليون مواطن وإحنا عددنا مثلا دلوقتي ما شاء الله بقينا 110 فيعني يبقى هو ده العدد المناسب لنا وإحنا ماشيين في هذا الطريق الحاجة التانية التدريس نفسه من ناحية التحديث المناهج من ناحية التدريب العملي مش بس مجرد من حضرات النظرية من ناحية أي مناهج وتخصصات جديدة التقنيات الحديثة فيه تطبيق التعليم على المستوى العام بالنسبة للدولة كمان بعد كده مستوى وجود التدريس وهنا الحقيقة موضوع التفرغ أن يتفرغ جزء من أعضاء هيئة التدريس لعملهم موضوع هام دلوقتي وملح ونتمنى أنه هو ياخد اهتمام الدولة كجزء من منظومة التعليم بعد كده التكامل ودي الخطة الاستراتيجية للمفروض يحصل تكامل بين الجامعات وبين بعض والخطة الاستراتيجية الحديثة لوزارة التعليم العالي أنها تقسم الجمهورية لمناطق سبع مناطق على أساس أن يبقى فيه نوع من الانتجريشن أو التكامل مع الجهات اللي هي مستفيدة في الجامعة ييجي بعد كده التعاون الدولي ده مهم جدا وبعدين المنتج بقى هل يتناسب مع سوق العمل ولا لا دي العناصر اللي احنا الحقيقة التعليم العالي في مصر ماشي فيها طيب التقييم بقى ازاي احنا نقدر نقول احنا كويسين ولا لا الكيبي آيس بتاعتنا ايه اول حاجة تصنيف الجامعات احنا كان عندنا لغاية 1908 ما كانش فيه لجمعة القاهرة بس في أهم تصنيف عالمي اللي هو تصنيف شنغهاي بتاع الصين دلوقتي بقى ما شاء الله في 7-8 تصنيفات جامعية بنعد بقى بطلنا نعد يعني عدد الجامعات اللي داخلت تصنيفات كتير الحاجة التانية مستوى الطلاب مستوى الطلاب دلوقتي احسن بالذات مثلا في مجال تخصوصي اللي هو الطب يعني تغيير البرامج او المناهج من 6 نظري زائد 1 عملي الى 5 نظري زائد 2 عملي اثر وادى الى مستوى الطبيب الفترة اللي فاتت يتحسن رضا اعضاء هي التدريس مهم جدا ان احنا من خلال التقييم نعرف اذا كان احنا كويسين ولا لا رضا اعضاء هي التدريس ارتفاع مستوى البحث العلمي احنا مثلا في تقييم سيماجو بتاع اللي هو على العالم احنا مصر دلوقتي بقت 36 على مستوى العلم واخيرا بقى معارض سوق العمل اللي هي المفروض الاجزيبيشنز اللي هي بتتعمل بين الشركات وبين الخارجي في الجماعات وكليات المختلفة عشان نقدر ان احنا نزيل فجوة الثقة اللي موجودة بين الاند يوزرز وبين المتخرجين